موسيقى صندوق النفقة يعد موردا هاما ومنفذا اجتماعيا للمطلقة في المجتمع التونسي صندوق نفقة تحديدا المشرع أنشئوا بمجرد قانون يعود لسنة 1993 أنشئوا لتمكين المطلقات وابنائهن لصدد أحكام باتا في شأنهم يعني أحكام طريق باتا حتى يحل هذا الصندوق محل مفارقهم المتلددين في دفع مبالغ المحكومة بها عليهم إلا أن صندوق النفقة يمر بحالة عجز ويرجع هذا إلى عدة أسباب صندوق النفقة صحيح يعاني حاليا من العجز أسبابه تتعلق بعجز المطالبين بأداء النفقة عن تزديد معاينات النفقة للمفارقات وكذلك لعيالهم والعجز هذا ناتج عن الظروف الاقتصادية التي يكمر بها البلاد وكثرة البطالة والتسرع في الزواج بدون إيجاد مورد عيش قار الذي يخول للزوج بالإنفاق على الأبناء وعلى الزوجة ويتوجه صندوق النفقة إلى المطلقات فقط هذه الفئة يخول لها التمتع بهذه النفقة المشاركة حل أو على القل في إطار سياسة الاجتماعية وتبعاً لإيمانه بالسبغة المعاشية للنفقة والجلالة العمورية أعطاه حل في صندوق هدايا صندوق ضمن نفقة والجلالة العمورية أو ضد الطلاق نعم فيش نوع صندوق ضمن نفقة في متعلق بالمطلقات حمين حاجة رهو بالنسبة لصندوق هدايا لا يتدخل إلا مع المطلقات وأبنائهن معنا المرأة التي تعركها وزوجها مثلاً وتغادر محل الزوجية ومزال تلاثمته رهو ما عنديش حق باش تاخذ مبالغ مالية مصندوق هدايا وللتمتع بهذه النفقة هناك إجراءات عديدة لا بد من تتبعها والقيام بها باش تتمتع المطلقة وأبنائها بأنه يحل محل أزواج متلدين في دفع النفقة وفي دفع الجلالة العمورية لا بد من تقدم مطلب المطلب هذا يتقدم إلى الإدارات الجهوية صح التعبير أو إلى الفروع الجهوي للصندوق هدايا والفروع هذه توجد بالفروع الجهوي للصندوق الضمان الاجتماعي ثم مطالب فم إجراءات لا بد من احترامها ثم دراسة كاملة تقوم بها لجان جهوية عقوبات عديدة تفرض على المطلق الذي يتردد في دفع النفقة من الجانب الجزائي والمدني المشرع بمجبها يعاقب الشخص كل من حكم عليه بعد مبالغ من نفقة أو جرائع عمورية وتلدد في أداء المبالغ هذه بعد مرور شهر من إعلايين بتلك الأحكام فالصورة هذه تنشأ جريمة هي جنحة وتصل فيها العقوبة أو تروح فيها العقوبة السجنية بين ثلاثة أشهر وعام سجن والخطيئة تجم توصل إلى دينار والذي يتحكم من ناحية هذا على المستوى الجزائي وفي نفس الوقت ماذا لو حل الصندوق محل المتدفة في الدفع ودفع هذه المبالغ المحكم بها إلى المطلقة وأبنائها ما يحدث في الصورة هذه يحل الصندوق محل المطلقة وأبنائها ومحل المنتفعين المبالغ هذه يحل محلهم في استخلاص المبالغ تقولوا كيف تاش طبعا هنا لابد ما يكون الأساس هو البحث عن المكاسب راجعة إلى المحكم ضدهم صندوق النفقة يتبع كل الإجراءات لإرجاع المصاريف التي مكنا بها المطلقة في ظلغية طليقها بعد ما سبق المصاريف هذه ويتفحم من الحق يسترجح ويسترجحهم ويتتبع في ذلك كل الإجراءات المدينة متعرفة عليها للخروج من العجز الذي يمر به صندوق النفقة تم اقتراح بعض الحلول تفادي هذا العجز نخترح أن يقع مراجعة إلى صندوق ذلك والطريقة التكفل بتقديم معاينات النفقة للمطلقات نفكر في إيجاد مثلا مواطن شغل بالنسبة للمطلقات نفكر في تأثير عملية الزواج عبر التوعية قبل الزواج أهمية صندوق النفقة كبيرة للمطلقات ويعد العائل الوحيد في ظلغية بالطليق ولتفادي عجزه يبقى رهين دراسة واضحة من جميع الأطراف المسؤولة لضمان حقوق المعنيين بالأمر